طيب النهاردة كمان الاجتماع الرابع لللجنة القومية لمواجهة تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري الحرب اللي بتحصل بين أوكرانيا وروسيا وتأثيرها فيه لجنة برئاسة رئيس الوزراء وأعضاء من الحكومة بيكتمعوا كل اسبوع علشان يشوفوا ايه تطورات هقول لكم الخلاصة يعني النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي شدد على ضرورة التنسيق مع الغرف التجارية لإعلان قائمة الأسعار العادلة للسلع الأساسية لمواجهة المبلغة في سعر أي سلع يعني مع الغرف التجارية بقى نصعر بقى نحط أسعار عشان منتحكش عن الناس وإتاحة مليار ومئة مليون جنيه دفعة مقدمة تحت حساب شراء الأمح المحلي ليكون هذا الموسم أفضل موسم لتوريد القمح على مستوى كل السنوات الماضية فيه حملات رقبية مستمرة وفيه تسع مليون كرتونة لرمضان للمحتاجين واحتياط السلع مطمئن ده الخلاصة من اجتماع النهاردة ده شغلنا شغالين دولة شغالة الحكومة شغالة الرئيس شغال كله شغال وأعداءنا شغالين واللي بكرهونا شغالين والمرتزقة شغالين والخاونا شغالين وأهل الشر شغالين وولاد الحرام شغالين وشياطين لم تتسلسل شياطين الإنس في رمضان مين هم؟ سبع منظمات بتسموا نفسهم منظمات حقوقية هم مين بقى؟ هيومان رايتس ووتش الأورو متوسطية للحقوق المدافعون عن حقوق المدنية مبادرة الحرية معهل التحرير للسلسات الشرق الأوسط مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط مركز القاهرة للدراسات حقوق الإنسان عملوا إيه؟ بعتوا رسالة جواب خطاب مذكرة لسندوق النقد الدولي يا صندوق النقد الدولي من فضلك ما تتعاونش مع الدولة المصرية الدولة المصرية عايزة عاون في الأزمة الاقتصادية لو سمحت حط شروط هم السبع منظمات بيقولوا لسندوق النقد الدولي من فضلك قبل ما تتقعد مع المصريين وتساعدهم حط شروط أولاً تقول لمصر عايزين توفير حماية اكتماعية مش فاهم يعني ايه طبعاً وتعزيز استقلالية القضاء والتصدد للفساد بما يشمل الشركات الممنوكة القاتل المسلحة وطلعوا شام جنينة بر السجن وصفوان ثابت أنا مش قادر أصدق أنا معكام الاحترامي لكل الناس صفوان ثابت ولا شام جنينة ولا مين ده فيه قضاء مستقل فيه قضاء عندنا مستقل عن الدولة والقضاء محترم ومستقل بحق لا يجوز لجهة الماء تدخل في شئ القضاء حتى رئيس الجمهورية احنا دولة مؤسسات فلما يجي المنظمات الحقوقية المأجورة تطلع بيان ومذكرة مكتوبة لسندوق نادي الدولة تقول له قبل ما تقعد مع المصريين ادوهم شروطي يطلعوا صفوان ثابت ويطلعوا شام جنينة ويعملوا مش عارف ايه ده كلام تهريد وكمان بيشرطه بيقول لك عبد المنعم الفتوح مظلوم عبد المنعم الفتوح بيتعامل في السجن معاملة سيئة المنظمات الحققية بتدفع عن مين شوفوا يا مصريين يلي بتتابعوا مسلسل اختيار شوفوا يا مصريين اللي بتتابعوا الفضايح بتاعدهم في مسلسل اختيار شوفوا خير الشاطر كان بيعمل ايه وبيقول ايه والمرشد بيعمل ايه وبيقول ايه شوفوا الفضايح وبتشوفوا الفضايح دلوقتي بتاعت عبد المنعم ببالفتوح بقول انه المنظمات دي لما تخرج دلوقتي تدي توجيهات دولة وتحاول تعبث في مفاصل الدولة المصرية يبقى احنا كنا على حق ومازلنا على حق وبنحارب بحق وبنحارب على حق ومعركتنا معركة نبيلة حق بحق لان احنا بنحارب مش طيار بسيط ولا بنحارب جهة بسيطة بنحارب شياطين متغلغلة في اعماق المجتمع من تسعين سماء لما يجي النهاردة دول شغالين مأجورين بيقولك والنبي طلع ايشام جنينة طلع صفوان سابت طلع عبد المنعم الفتوح لأ اللي كان بتكلمه على خيرت شاطر عمل ايه خيرت شاطر بالصوت والصورة هو بيقول انا احرق مقرات امن الدول انا طلع مليون واحد يحرقوا ويحكموا ويقتلوا الناس ده بلسانه هو محدش يتكلم عليه لا حد قال ولا حد عمل ده هو بنفسه اللي بيقول هذا الكلام لما يطلع للمرشد بديع الناس يقول عمل ايه لما يتكلم على السلفيين ويقول عليهم شوية شرازم وشوية أفقين وشوية منافقين وما لهمش كلمة وما لهمش وقع مش عرف ايه وضياء الدين شوفوا بس الاخوان كانوا بيعملوا ايه الحجرات المغلقة وانا بقول هم هيموتوا برا على صفحات السوشال ميديا والزباب الالكتوني شغال كله لانه مرعبين في حالة انهيار شامل من الفضائح اللي جات وليلسه جاي في الطريق المسلسل مليان بلاوي مليان فضائح لهؤلاء على رؤوس الاشئان طبعا القادة بتوع التنظيم هم بس اللي يعرفوا ما جرى بقيت الناس متعرفش فهم عايزين يشوه المسلسل بسرعة يحاولوا يعملوا عملية عملية ضبابية حتى لا ينتبه الناس لما يجري ولا ينتبه الناس لما جرى اشتركوا في القناة